السلام عليكم ورحمة الله شاوم 12 اس برو ضد شاوم 12 برو دايمن سيتي مواجه نارية بين احداث معالجين من شركة ميديا تيك بمعالج دايمن سيتي 9000 بلص ضد شركة كوال كوم بمعالج سناب دراجون 8 بلص هناك اختلافات كبيرة بين الهاتفين الذين يتشابهان بشكل ولكن الاختلاف بالمضمون مراجعة كامدة لهذه الهاتفين وايضا هناك اختبارات للكاميرات واختبارات للأداء المعالجين سأستعرضها معكم انا علي سهيل بسم الله نبدأ طبعا اولا كما نبدأ دائما نستعرض مكونات الصندوق اليوم عندنا صندوقين سنستعرض مكوناتهم الذين يأتيا متشابهين بعد فتح الصندوقين يوجد اسفلهما أيضا صندوقين صغيرين يحتويان على دبوس السيم كارد والغلاف البلاستيكي ويأتي كل الهاتفين متشابهين وبنفس جودة التصنيع لان حجم الهاتفين متطابقان تقريبا خلينا نضع الهاتفين على جنب ونشوف الاشياء الاخرى داخل الصندوقين الشاحن فهالفي هاتف 12 برو دايمتي سيتي يأتى بقدرة 67 واط بينما فهالفي هاتف 12 اس برو سناب دراجون يأتى ب未ناس 120 واط والباستهل الشاحن من نوع يوس بي تايب سي يأتيان بنفس جودة التصنيع وهما من نوعية الجيدة لدينا على اليسار هاتف شاوم 12 برو دايمن سيتي وعلى اليمين هاتف شاوم 12 اس برو سناب دراجون بصراحة محتار قليلا اذا كان هناك اي اختلاف بدأ بالبناء او المظهر ولكن للأمانة كل الهاتفين يأتيان بنفس جودة التصنيع الجيدة وتصميم الهاتف جميل وبالرغم من أن هذا التصميم رأيناه في سلسلة هواتف شاوم 12 السابقة ولكن أنا بصراحة معجب بالتصميم الكاميرات كثيرا ويحتويان على ظهر من الزجاج والإطار المعدني ولكن هناك اختلاف بالسماكة فهاتف 12 S Pro يأتي بسماكة 8.2 ميلي متر أما هاتف 12 Pro Diamond City يأتي بسماكة 8.66 ميلي متر وأيضا من ناحية الوزن هناك فرق بسيط حيث يأتي هاتف 12 S Pro بوزن 204 غرام تقريبا أما هاتف 12 Pro Diamond City فيأتي بوزن 201 غرام من الناحية العلوية يأتي الهاتفين بنفس الفتحات حيث يأتيان بمكبرات صوت لات مظهر جميل وأيضا ميكروفون لعزل الضوضاء وأيضا ER للتحكم بالأجهزة الإلكترونية وعلى يمين الهاتف يوجد أزرار رفع وخفض الصوت وزر الطاقة على نفس الاتجاه والجانب الأيسر نظيف لا يوجد فيه أي أزرار ومن الأسفل يوجد مكبر الصوت الثاني ونسينا أن نذكر أن هذا الصوت مضبوط من قبل شركة هارموني كاردن ومدخل الشحن والميكروفون بالإضافة إلى وجود مدخل شريحتين سيم كارد وكل شيء متشابه في هذين الهاتفين والإطار المستخدم في كل الهاتفين يبدو متشابهان وهما كما قلنا مصنعين من الألمنيوم وتصميم الكاميرات جميلة وهي ليست بالحجم الكبير بصراحة فقد أعطي الهاتف علامة 9 من 10 للمظهر و10 من 10 لجودة البناء ولو انتقلنا إلى الواجهة الأمامية يحمل كل الهاتفين نفس الشاشة فكلهما يأتيان بالشاشة جيدة وأي نوع من الاختبارات غير مفيد فالشاشتين تأتيان بحجم 6.73 بوصة ونسبة الشاشة إلى جسم الهاتف نفسها 89.6% وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ويدعمان خاصية LTPO2 والشاشة تأتي من نوعية أموليد بدقة عرض 2K تدعم خاصية HDR10 بلس وهما محميان بطبقة حماية من نوع غورني غوريلا غلاس فيكتوس وتدعم الشاشة عرض 1 مليار لون وأيضا دعم خاصية Dolby Atmos Vision ولكن ما يميز إصدار 12S Pro وجود إعداد إضافي غير موجود في هاتف 12 Pro Dimensity وهو محرك الصور الذي يدعم الذكاء الإصطناعي ولكن لو نظرنا إلى كل الهاتفين فلن تشعر بهذا الفرق مع أو بدون محرك الصور EI أما من ناحية الصوت فكلاهما يأتيان بمكبرات صوت استيريو وكما قلنا مضبوطين من قبل شركة هارموني كاردن دعنا نستمع للصوت في كل الهاتفين موسيقى موسيقى في كل الهاتفين ولا ترى فيها أي فرق يتكر لذلك خلينا ننتقل إلى نقاط الاختلاف في هذا الهاتف وهو ما يميزهما عن بعضهما وهو المعالج لدينا معالجين مختلفين وهما من الفئة العليا معالج دايمن سيتي 9000 بلص من شركة ميديا تيك يقابله معالج سناب دراجون 8 بلص من شركة كوالكم كلا المعالجين يأتيان بدقة تصنيع 4 نانومتر فمعالج سناب دراجون يأتي مدعوم بمعالج رسوميات أدرينو 730 ومعالج دايمن سيتي 9000 بلص يأتي مدعوم لمعالج رسوميات مالي جي 710 الآن سوف نرى من الأفضل من خلال الاختبارات فالأرقام لا تعني شيء أمام الواقع وسنرى إن كان هناك أي اختناق حراري لذلك سنبدأ مع اختبار انتوتي حيث نرى أن في كل الهاتفين البطارية مشحونة عنده 100% وأن معالج دايمن سيتي أبرد قليلا من معالج سناب دراجون خلينا نبدأ الاختبارات بعد التشغيل الأول حصل هاتف 12 السيبرو على نتيجة أعلى بأكثر من 1.039.000 نقطة أما هاتف دايمن سيتي فقد حصل على أكثر من 954.000 نقطة خلينا نعيد الاختبار مرة أخرى بصراحة أنا متفاجئ فهاتف شاوم 12 السيبرو أعطى نتيجة أعلى من السابق بأكثر من 1.041.000 نقطة بينما للأسف هاتف دايمن سيتي أعطى نتيجة أقل بقليل حيث حصل على 953.000 نقطة وهي نتيجة طبيعية لأي هاتف محمول لو استثنينا ما حصل مع هاتف 12 السيبرو لذلك خلينا نعيد الاختبار للمرة الثالثة ونرى النتيجة النهائية وأيضا نرى درجة الحرارة والبطارية بصراحة أداء رائع لهاتف 12 السيبرو بقي محافظ على أدائه رغم أن هذا الاختبار يضغط على المغالج وأيضا درجة الحرارة عنده 41 درجة فقط بينما هاتف دايمن سيتي عنده 43 درجة وقد أصبحت درجة الحرارة أعلى من هاتف 12 السيبرو وأيضا البطارية أكثر بقليل في معالج سناب دراجون رغم أن هاتف دايمن سيتي يحتوي على بطارية أكبر ومع ذلك فهناك تطور من ناحية التبريد في كل الهاتفين وذلك ظهر من خلال نتائج متقاربة بالاختبارات وعدم انخفاضها بشكل كبير لذلك سنرى إن كان هذا الانخفاض حقيقي أو هذا التطور حقيقي أم لا مع اختبار 3D Mark وهو من سيحسم المنافسة برأيه خلينا نبدأ بالاختبار بعدما منحنا كل الهاتفين الوقت الكافي لعدة درجة الحرارة إلى طبيعتها الآن هذا الاختبار يعتبر اختبار الإجهاد العالي للهواتف الذكية فهو عبارة عن 20 حلقة تستغرق حوالي 20 دقيقة وتوفر الكثير من المعلومات الصحيحة والمفيدة لأداء واستقرار الهاتف للأسف هذه هي المرة الأولى التي توقف فيها معالج دايمن سيتي عن إكمال هذا الاختبار أعتقد أن حرارة المعالج ارتفعت كثيرا ومن الناحية الأخرى لم ينتهي هاتف 12 اس برو من الاختبار وبعد الانتهاء من الاختبار في هاتف 12 اس برو تمكن من الحصول على درجة عالية وهي 2763 نقطة وأقل درجة 1468 نقطة ولكن نسبة الاستقرار لم تكن جيدة فهي 53.1% فقط وهذا دليل على وجود اختناق حراري شديد أدى إلى ضعف أداء المعالج إلى هذه الدرجة الآن عرفت لماذا أفضل اختبار 3D Mark طبعا لو قارننا هذا الهاتف بهاتف ريلمي GT 2 Master Edition يلي تقدر تشوف وراجعته عندك بالأعلى فوق لنشوف أنه تقنية التبريد المستخدمة في هواتف ريلمي أفضل من هواتف شاومي فهاتف ريلمي GT 2 Master Edition حصل على نسبة استقرار عالية 96.6% ونقاط أعلى 2790 نقطة أما بالنسبة للألعاب أنا دائما ما أختبر لعبة جينشين إمباكت ذات المتطلبات العالية بصراحة كنت قلق بعد نتيجة اختبار 3D Mark في هاتف 12 برو دايمن سيتي ولكن فاجأني هذا الهاتف بعد 30 دقيقة لعب حيث كان أداه جيد وبمعدل إطارات يتراوح بين 47 إلى 58 فرم والمتوسط 53 فرم ولكن الحرارة تفعت كثيرا عنده 48 درجة وكانت قل بقليل في هاتف شاوم 12 S برو حيث وصلت إلى 46 درجة والعجيب في هاتف شاوم 12 S برو كان هناك بعض الفريمات الهابطة والدروبات وكان معدل الفريمات بين 42 و 60 فريم وكان هاتف 12 برو دايمن سيتي أكثر استقرار من ناحية الألعاب وخاصة الألعاب الثقيلة بعد فترة طويلة من اللعب وقدم هاتف شاوم 12 برو دايمن سيتي معدل إطارات ثابت تقريبا ولم أشعر بأي فريمات هابطة أما من ناحية الكاميرات هناك اختلافات جوهرية بين الهاتفين فهاتف شاوم 12 S برو يأتي بثلاث كاميرات بحجم 50 ميجابيكسل الأولى بمستشعر من شركة سوني وهو IMX 707 والكاميرا الثانية تأتي بحجم 50 ميجابيكسل بمستشعر من شركة سامسونج وهو G1 للزاوية العريضة والثالثة 50 ميجابيكسل بمستشعر سامسونج أيضا وهو G1 نفسه للتكبير البصري 2X وبالمقابل لدينا ثلاث كاميرات أيضا في هاتف 12 برو دايمن سيتي الأولى نفسه الموجودة في هاتف 12 S برو في مستشعر سوني وهو IMX 707 والثانية 13 ميجابيكسل للزاوية العريضة والثالثة للميكرو وتأتي بدقة 5 ميجابيكسل وهذا من غير العدل مقارنة الكاميرات مع بعضها وخاصة الزاوية العريضة والكاميرات الثالثة أما من ناحية تصوير الفيديو فالكاميرا الرئيسية في هاتف 12 S برو تستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 و 60 إطار في الثانية وأيضا 8K 24 إطار في الثانية أما في هاتف 12 برو دايمن سيتي فتستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 و 60 إطار في الثانية فقط والكاميرا الأمامية في كل الهاتفين تأتي بحجم 32 ميجابيكسل سنستعرض بعض الصور من الكاميرا الرئيسية فقط وهذه بعض الصور الخارجة من كل الهاتفين ولو انتقلنا للبطارية والشحن فهناك اختلافات أيضا فهاتف 12 S برو يأتي ببطارية بحجم 4600 ميلي أمبير وشاحن بقدرة 120 واط ويدعم الشحن اللاسلكي 50 واط والشحن العكسي 10 واط أما هاتف 12 برو دايمن سيتي فيحتوي على بطارية أكبر بحجم 5160 ميلي أمبير ولكن بشاحن أقل وهو بقدرة 67 واط لذلك كان سمك الهاتف أكثر بقليل من نظيره هاتف 12 S برو ويمتلك أيضا خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط وأيضا شحن عكسي 10 واط فكل الهاتفين يأتيان بنظام أندرويد 12 مع واجهة شاومي MIUI 13 فكلهما يأتيان ببصنة في منتصف الشاشة وهي سريعة في كل الهاتفين ولا توجد فيها أي مشاكل أو شكاوي وفتحها سريع أعتقد أنه يستغرق 0.3 ميلي سكند لإلغاء القفل وكل الهاتفين يأتيان بعدة ساعات للتخزين فهاتف 12 S برو يأتي برامات بحجم 8 أو 12 جيجا بايت من نوعية LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت وهي من نوعية UFS 3.1 أما هاتف 12 برو دايمن سيتي فيأتي بنفس نوعية الرامات ولكن بالساعتين للتخزين 128 أو 256 وأهم شيء السعر فهنا فرق حوالي 100 يورو بين الهاتفين حيث يبدأ سعر هاتف 12 S برو من 670 يورو أما هاتف 12 برو دايمن سيتي فيبدأ من 570 يورو أما من ناحية المميزات الإضافية في كلا الهاتفين فهي متقاربة تقريبا ففي هاتف 12 S برو فيحتوي على واي فاي 6E وبلوتوث 5.2 وأيضا NFC للدفع فكذلك ER ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G أما في هاتف 12 برو دايمن سيتي فيحتوي على واي فاي 6E وبلوتوث 5.3 ونفسي ويدعم أيضا شبكات الجيل الخامس وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى تعطيني رأيك بالتعليقات في كل الهاتفين وإذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعلي الجرس وما تنسى التضغط لزر الإعجاب لأنه هذا الفيديو للقناة كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله